اهلا بكم في الواقع الاقتصادي يظلم العامل الفلسطيني بشكل عام والمرأة بشكل خاص مما يستدعي ضرورة المطالبة بتحسين وضمان تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني لا سيما أن آلاف من النساء يتقضين أقل من الحد الأدنى للأجور المعتمد في فلسطين والذي لم يعد كافيا لتلبية احتياجات ومتطلبات الأسرة الفلسطينية ورغم الحاجة للعمل إلا أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة متدنية بشكل عام مع وجود فجوة واضحة في معدل الأجر اليومي بين النساء والرجال في حلقة اليوم سنصلط الضوء على المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية من عقبات وإنجازات لكي تتضح السورة أكثر أعددنا لكم هذا التقرير الذي يبين أرقاما وحقائق تعكس واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية والتمييز الواقع عليها في هذا الإطار دعونا نتابع لا يمكن تقييم مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية والعامة أو في مواقع صنع القرار وتقلد المناصب العامة دون تسليط الضوء على واقعها المجتمعي باعتباره عاملا مهما في تحديد ورسم ملامح هويتها رغم التشابه بين سمات المجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية في جوانب المورث الثقافي والبنية الاجتماعية والاقتصادية إلا أن وقوعه تحت الاحتلال يفرد خصوصية معينة ضاعفت من الصعوبات والعوائق المتوقعة وبالنظر إلى الواقع الاقتصادي للمرأة الفلسطينية نجد اضطهاد مزدوج فالاحتلال من جهة والمورث الثقافي والاجتماعي من جهة أخرى رغم ارتفاع مشاركة النساء في القوى العاملة خلال السنوات السابقة لكنها لا تزال منخفضة جدا مقارنة مع الرجال فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 21% من مجمل النساء في سن العمل للعام 2018 مقابل 10% في العام 2001 وبلغت نسبة مشاركة الرجال 72% للعام 2018 مع وجود فجوة واضحة في معدل الأجر اليومي بين النساء والرجال إذ بلغ معدل الأجر اليومي 92 شيكلا للنساء مقابل 129 للرجال تتعمق فجوة المشاركة في القوى العاملة بين النساء والرجال من ذوي الإعاقة حيث أشارت بيانات مسح القوى العاملة لعام 2018 أن نسبة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في القوى العاملة بلغت 4% فقط من إجمال النساء ذوات الإعاقة بينما بلغت نسبتهم بين الرجال إلى 21% وبالنسبة لمعدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة فبلغت 51% بينما تصل معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر إلى 54% وفي قطاع آخر بلغت نسبة الفقر بين الأسر التي تترأسها نساء في قطاع غزة 54% بينما كانت في الضفة الغربية 19% من إجمال الأسر التي ترأستها نساء ولا تزال مشاركة النساء في الحياة العامة محدودة مقارنة مع الرجال وعلى صعيد أعضاء مجالس الطلبة في جامعات الضفة الغربية فقد بلغت نسبة الطالبات 31% مقابل 69% للطلاب أما على صعيد المشاركة في القطاع المدني العام فتشكل النساء 43% من موظفي القطاع العام المدني مقارنة مع 57% من الرجال وتتجسد الفجوة عند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى فبلغت 12% فقط للنساء مقابل 88% للرجال في نفس الفئة مشاهدين بعدما تعرفنا على واقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية وتأثيره السلبي على المجتمع بمختلف قطاعاته نتعرف على قصة أم تروي معاناة عاشتها ابنتيها بقبولهن أجور قليلة مقابل البقاء في العمل أنا عندي ابنتين الأولى تخلصت ملتي ميديا دي زهنة كرافك ديبلوم معهد فرام الله وبس للأسف ما في شغل بهذا المجال عنا والثانية سنة أولى علوم مالية ومصرفية ولأسف ما يعني استحلفني أني أنا خليها تكمل لأنه في كمان واحدة ثانية عندي بالجامعة يعني بصير يعني ثلاثة عبئة جامعات بكون ثلاثة عبئة ففق أنه يعني كان عندي البنت الدرسة ملتي ميديا الطموح أنه تكمل تجميل فحطناه في إحدى هالصالونات يعني عنا وقالنا برك يعني لعلى وعسى أنه بتحسن من وضعها يعني وممكن هتكمل مجاله الها بدهياء أو إنها بتفتح لصالونا المستقبل يعني فبتفاجأ يعني بعد أربع سنين إنه البنت بس أربعمائة شكل في الشهر دوامها بكون من الساعة عشرة الصباح عشرة بالليل تسعة ونص بالشتاء بتعرف يعني الساعة بتمشي بسرعة يعني بصير كأنه عشرة ونص ليل وهذا إشي اللي بنت والله يعني مش مستحب عنا وين مكان يعني وحتى بالصيف كما بالدوم بدري وبالساعة بتبقى بطيئة ورغم الشوب ورغم الحرب وضغط الصالونات وإيشي قلنا يعني إن شاء الله كمان بتطلع بنتيجة وبرضو بالنهاية إنه ضلت على الأربعمائة شكل يعني بك تيجي تقسميها بتطلع 12 شكل في اليوم أو 13 شكل يعني هذا كمان بضيع من وقتها ومن جهدها ومن تعبها ووقفة الصالونات كمان مش سهلة يعني مش بحكة عن بنتي أنا يعني معظم الوظائف بستغلوا البنات بالشغلاتها يعني بكون عندها البنت جامعة وبستغلوها تحت ظروفين وبعطوها أدنى الأجر يرتبوا وسطه 1450 ما إحنا بنعرف إن الحد الأدنى الأجر 1450 بس ولا حدا شايفه ناش ماشي على هذا النمط إلا بس تأخذنيش بس بكونوا في المستوطنات اليهودية أو بالمعلي هدول باخدوا مش الحد الأدنى باخدوا فوق الأدنى ضعف أضعف فإحنا بناتنا لا إحنا بنقول لا بيشتغلوا عندنا عند عربنا هوني وبضل تحت عينك البنت بكون أحسن بس للأسف كمان وما ما بيحطوا كمان اعتبار لتعب البنت فبحكي لك يعني إن كانت الدوم من الساعة عشر الصبح تروا عشر بغير أزمات الأعياد تارف بالأعياد أول عشر أيام من رمضان ما بدوم وإنه بكون ضعيف يعني الشغل ما بكون ناس النساء زيما بتروي بتروي على الصالونات بس بعديها بتبلش وعنك هذا مش موسم يعني ع طول السنة هذا شغال يعني برضو مش كتير ع صاحبة الصالون أو صاحب الصالون محلات التجميل أو محلات السوبر ماركت هذا شغل دايم يعني وفي عندهم مدخول يومي مش بديوا يقتصد إنه مثلا بيدش اشتغلت بنعطيها لا هذا مدخول يومي وربنا كمان بكرمهم وبعطيهم بس إنه بتتفاجأ إنه 400 شكل بالشهر لبنت والله هي مشكلة قداء قعدت تشتغل؟ أربع سنوات أربع سنوات وهي بتتقاضى 400 شكل بالشهر وهي طالبة جامعية ومش قادرة تكمل والصبية التانية الصبية التانية بلشت كمان في محل ملبوسات برضو إحنا قلنا يمكن يكون إنه يعني أهون شوي في محل ملبوسات طالع إنه كان فيه دمشفتين عشان صاحبة المحل بتكون مداومة في وظيفة إلها فإلها محل فبدأ واحدة تفتح المحل تبع الملبوسات عندها من الصبح من العشرة للأربعة وشفتين من الأربعة للعشرة بالليل فكانت الشفت الأول تاخد من العشرة للأربعة سبعمائة شكل وتبلش الشفت التاني من الأربعة للعشرة سبعمائة شكل فهون بتجمعي الشفتين مع بعض يعني بطلع على معاش واحد ألف أربعمائة شكل فبالنسبة للشفت الأولاني إحدى هالطالبات جامعة ما مفت معاها إنه تاخد السبعمائة وهي طالب الجامعة فلأنه أصلا بدك تحطي كمان ساعات الجامعة عنا صارت عشرين دينار الساعة الجامعية يعني بدك تحط للجامعة ما بكفوهاش يعني بطلع مية وخمسين دينار طب الجامعة أقصى حدك تسجي بطلع مئتين ومئتين وخمسين دينار يعني برضو هي لا اكتفت جامعتها ولا اكتفت ذاتها ولا اكتفت متطلباتها هي أصلا لا شك أن الظروف المادية والحاجة تدفعنا للقبول بالقليل لكن ما هو القانون الفلسطيني المعمول به حاليا وكيف حاول أن ينهض في المرأة والمجتمع اقتصاديا نتعرف على أجوبة هذه الأسئلة دعونا نتابع بالنسبة لموضوع الحد الأدنى بالأجور حقيقة هذا موضوع إشكالي وعندما أكرف في نهاية 2012 وبدأ تنفيذه في بداية 2013 بقي موضوع إشكالي وهو يعني بمثل 1450 شكل في ذاك الوقت كان لا يكفي لكي يسد رمق حياة أي أسرة وهو لما أكره كان أقل من الحد الأدنى لخط الفقر وبالتالي هاي إشكالية الآن الإشكالية الحقيقية جاءت حتى بعد ما فرد هذا الحد الأدنى نجد أن العديد من النساء وخاصة العاملات في قطاع الخدمات وقطاع الزراعة وأنا بركز على قطاع الخدمات اللي هني السكرتارية وما شبه ذلك هني أكثر سيدات بعان من انتهات حقوقهم في هذا المجال بمعنى في مجموعة بيكونوا مثلا سكرتارية بتشتغل في مجمع طبي أو مجمع في خدمات معينة عشر الأطباء عشر مهندسين عشر كذا إلى آخر هذولا بتعاقدوا مع واحدة ويتفعلها 800 شكل في الشهر أو 900 شكل فهي بتواجه إشكالية عمينة ترجع وعمينة تعود ومينة تطالب وكل شهر كل واحد فيهم بتفعلها الأجرة فعمليا لا هي بتعرف لمينة تروح ولا بتعرف كيف بدها تتعامل مع هذا التحدي حقيقة دائرة الإدارة العامة للتفتيش أو هيئة التفتيش في وزارة العمل بلشت في تنفيذ حملة في التعاون مع نقابات عمال فلسطين وإحنا كجهة يعني أنا كجهة بشتغل وبقدم دعم قانوني عند الطلب من اتحاد نقابات عمال فلسطين وجدنا من الأهمية بمكان أن نطق هذه الحملة مشان نقدر نصل لهاي الفئات ونصل للناس اللي ما بيدفعوا حتى الآن لحد الأدنى للأجوم كثير من الناس قالوا أنه المشكلة في الحد الأدنى نعم المشكلة في الحد الأدنى ولكن المشكلة الأكبر في الصمت والمشكلة الأكبر أنه الانتهاك بقع من الفئات الأكثر علما يعني مع الاحتران طبعا دون التشغير أو مش كل المهندسين ولا كل المحامين ولا كل الأطبة بيدفعوا أقل من الحد الأدنى ولكن اللي بيشتغلوا في المهن زي الأطبة والمهندسين والمحامين وأصحاب الملابس محلات الملابس محلات التجارة أكثرهم بيدفعوا لها أقل من 1450 شكل ناهيك عن أنها بتشتغل أكثر حقيقة من 45 ساعة في الأسبوع وبالتالي إحنا ما منعمم ولكن منقول أن هذه الظاهرة هي منتشر أكثر من دونها في هذا القطاع وبالتالي أنا بقول أنه الحل هو إما التوقيع على مذكرة التفاهم مع النقابات المهنية مع النقابات اللي بتعنا في هذا الأمر زي نقابة المحامين، نقابة الأطب، نقابة المهندسين، نقابة الصيادلة وكل النقابات ذات العلاقة مثلا أنا أريد أن أعطي مثال وهو مثال مشرف أنه نقابة البصريات مثلا بتقول الحد الأدنى عندها لأي حدف دشتر 1800 شكل وهذا خطوة نموذجية تستحق أننا نأخذها بالاعتبار ونطلع عليها إضافة لذلك أنه في نقابة البصريات وعاملين في البصريات بعض نسبة للعاملين عندهم على المبيعات وبالتالي هذا نموذج محترم يجب أنه أو أنا بوصي أنه كثير من النقابات تأخذ فيه مع ذلك للأسف شديد جدا فيه النساء المحتاجات اللي بتضطر أنها هي تأخذ 800 شكل وتصمت بس أنا أريد أن أعطيها خبر مهم جدا وهو خبر صار حتى لو هي صمتت وقبضت هذا المبلغ عندما تنهي عقدها تستطيع أن تتوجهها للمحكمة وتحصل أتعابها بأثر رجعي وهذا كفلها هي القانون والقانون لما بتحدث عن الأثر الرجعي نحن نتحدث من 1-1-2013 من تاريخ إقرار نفاذ الحد الأدنى للأجور اللي هو 1450 شكل يعني بتصير هي ترجع إذا كانت هي موخدة 800 شكل بتأخذ الفرق وإذا كانت هي تركت تركت العمل وبعد ما أشعرت رب العمل بأنه إذا أنت مرفعتش الأجر ومعوطنيش قد تعتبرها للمحكمة في حالات معينة هو نوع من أنواع الفصل التعسف والتالي بتحصل على الفصل التعسف وبالتالي أنا أطمن النساء أنه تستطيع أن ترفع دعوة إضافة لذلك تستطيع أن تقدم شكوى سرية إلى دون الإعلان عنها إلى إدارة التفتيش في وزارة العمل اللي هي بتقدر التابعها كمان إحنا في نقابات العمال نقابات العمال الفلسطين كمان منستقبل هذه الشكوى ومنتابعها مع وزارة العمل ومع الجهات ذات العلاقة ومنقدم له الاستشارة القانونية مشان هني يصالين الله حقوقهم مشان هيك أنا بعرف أنه فيه تحدي وفيه صعوبات ولكن فيه مخارج وفيه داما فيه طرق قانونية للتحصيل حقوق إلى جانب ثغرات القانون وضرورة تعديله لملاءمة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار وزيادة نسبة البطالة كيف من الممكن أن نعمل على إنهاء التمييز والظلم الواقع على المرأة اقتصاديا نتعرف على نظرة وزارة شؤون المرأة باعتقادة أنه سوق العمل الموجود عندنا أو طبيعة سوق العمل الطارد للنساء هو سبب عمل النساء بنسب أقل من الأجور يعني إذا بنتطلع على سوق العمل الموجود عندنا على بنية سوق العمل الموجود عندنا هو طارد هي بيئة غير ملائمة للنساء لعدة أسباب أو عوامل منها أسباب بنيوية تتعلق بالسوق بالسوق الفلسطيني وخارج عن إرادة السياق الفلسطيني مثل الاحتلال الإسرائيلي اللي بفرض أجندته وبسيطر على المعابر موانئ حدود وبالتالي إحنا في سوق اقتصاد ضيق وهذا يشكل تحدي كبير للنساء كمان بنية المؤسسات الموجودة عندنا وضيق حجم السوق الفلسطيني واللي بخلق منافسة يعني إحنا بنعرف كديش سوق المنافسة السوق الفلسطيني الصغير الحجم عندنا ميزة نسبية في التعليم بس فيش عندنا في الاقتصاد لا منسيطر لا عن موانئ ولا على موارد ولا على مطارات ولا على معابر ومحكمين باتفاقيات دولية مثل اتفاقيات باريس اللي بتحدد من قدراتنا كمجتمع فلسطيني وكمان من قدرة النساء إنها تتوسع حتى إذا منتجه يعني لتمكين النساء ضمن المشاريع الصغيرة من لاكة إنه في خطورة خصوصاً إنه معظم سكان المجتمع الفلسطيني هم في المناطق الخارج السيطرة الفلسطيني يعني غيء الأوضاع بالصف فيها غيء مستقرة إحنا منحاول جاهدين يعني كوزارة شؤون المرأة نعزز من مكانة قدور المرأة في الكطاع الاقتصاد الفلسطيني إحنا مش لحالنا فيه معنى وزارات مؤسسات حكومية باعتقادي أنا التعزيز مش بس هو دور وزارة المرأة هو دور كمؤسسات كمؤسسات اختصاص كحكومة فلسطينية من خلال السياسات والإجراءات فيه دور بقى على المؤسسات الحكومية وزارة المرأة وزارة العمل واللي هي دورها المراكب على أماكن تشغيل النساء وضمان الحد الأدنى للأجور واللي أقرته الحكومة الفلسطينية أو مجلس الوزراء الفلسطيني فيه دور يقى على مؤسسات المجتمع المدني واللي دورها مراكب ومساند للسياسات والإجراءات وفيه دور بقى على القطاع الخاص واللي هو يعتبر كمان مشغل للنساء والبيئة الحالية الموجودة طالدة للنساء يعني إذا بتيجت كارني مين بيفضلوا أكثر الرجال ولا نساء من لكيهم بيفضلوا الرجال لسبب أن النساء مثلا عندها فترة حمل ويخافوا من الغيابات إلى آخره فإذا إحنا قدرنا يعني نراكب نوجد إجراءات ضامنة للنساء في السوق إحنا منقدر نرفع من نسبها بالإضافة لذلك يعني كانت وزارة شؤون المرأة الشريكة في برامج اللي بتعزز من تواجد المرأة الفلسطينية في سوق العمل على سبيل المثال يعني إذا منتطلع إحنا على القطاعات أو القطاعات المشغلة للنساء من لكي أنه أكبر قطاع مشغل للنساء قطاع الخدمات وهو قطاع مشبع يعني إذا منروح على قطاع الخدمات من لكي قطاع مشبع ويعاني من البطالة أو في بطالة قطة فوق البطالة للنساء المتعلمات من 13 سنة فما فوق 54% فوزارة شؤون المرأة مثلا عملت برامج بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة التعليم العالي برامج تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني للنساء وهو باعتقادة تجاه للمهن الغير تقليدية وبالتالي خلق فرصة للنساء ضمن سوق العمل والدخول فيه والتقليل من حدة البطالة الموجودة في المجتمع الفلسطين أهمية تمكين المرأة إحنا منحكي عن نصف المجتمع إحنا منحكي عن موارد مستثمرة ومعطلة في نفس الوقت يعني لما منحكي عن قطاع تعليم النساء فيه بتفوق الستين في المية من النسب ولا تنعكس في قطاع العمل بأكثر من واحد عشرين في المية فإحنا منحكي عن تعطيل للموارد في المجتمع الفلسطين تعطيل للكدرات والطاقات الموجودة وبالمناسبة إحنا في فلسطيني منملك ميزة نسبية في الموارد البشرية اللي هي أعلى نسب التعليم وباعتقاد أعلى نسب التعليم في الوطن العربي وإذا مننا نستثمر لازم نستثمر أول إشي في النساء في هذا الميزة النسبية الموجودة عندنا نستغل تخصصات التعليم والتدريب المهني والتقني وهو مجال اللي منقدر ندخل فيه واللي منقدر نمكن المرأة لدخول في سوق العمل ونعزز دورها فيه ما دور وزارة العمل في تطبيق الحد الأدنى للأجور؟ وما هي آلياتها لتطبيق هذا القانون؟ وكيف تستقبل الشكاوى وتساند المواطنين في الحصول على حقوقهم؟ دعونا نتابع أخ يوسف بنحب نعرف عن قانون الحد الأدنى للأجور وما هو دور وزارة العمل في تطبيق هذا القانون؟ الحد الأدنى للأجور هو موضوع كبير طبعاً إحنا القانون العمل تم إقراره في سنة الألفين واستمر الوضع بدون تطبيق أو بدون التطرك للحد الأدنى للأجور اللي هو وارد في قانون العمل كمادة من مواد قانون العمل لحد الألفين وثلاثة بناش نحكي في تفاصيل الموضوع في 2013 تم إقرار الحد الأدنى للأجور اللي هو ألف 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 مئة وخمسين شاكل بدأ يعني التطبيق دعونا نكون المتواضع في هذه الفترة استمر فترة طويلة كان فيه خلل في التنفيذ وفي التطبيق وكان فيه شوية يعني هيك تناقض بين الألف ألف ألف مئة وخمسين هل هو لازم أكثر لازم أقل ولكن احنا آلية الإقرار كانت بالتوافق إلى حد ما آخرين بعين الاعتبار مصالح أصحاب العمل ومصالح العمال والحد الأدنى للأجور هو يعني كمفهوم هو يطبق على الناس اللي مع عشاء العمال الغير مهرة اللي مع عشاتهم كثير متدنية لإيجاد حلول لهؤلاء الناس لأنه في ناس بذلك الفترة كانوا بتقعدوا ثلاثمائة واربعمائة وسبعمائة شاكل فتم إقرار الحد الأدنى للأجور فيه حينه احنا في الحقيقة من سنة في هناك جهود حثيثة جداً لوزارة العمل لإعادة النظر في الموضوع لأنه مرت فترة طويلة من 2000 احنا منحكي من 2013 ل2019 دون التطرك ودون التعديل ودون نقاش لحد الأدنى والأجور من ست أشهر يعني في ظل الحكومة الجديدة كان هناك توجه بشكل يعني كبير للتركيز على هذا الموضوع وإحنا عملنا سلسلة من الاجتماعات يعني خلال الشهر اللي فات أو شهرين اللي فاتوا وسبق ذلك اجتماعات أخرى خلال 4-5 أشهر اللي فاتوا وفي آخر اجتماع في أحد اجتماعات اللجنة الوطنية للأجور في شهر ثلاثة تم الاتفاق على عمل دراسة عن طريق منظمة العمل الدولية بطلب من وزارة العمل واللجنة الوطنية للأجور في فلسطين اللي هي بتضم الشركة الثلاثة بحيث هذه الدراسة تكون أرضية مناسبة وموضوعية اللي نستند عليها في حال فتح الحد لأدنى للأجور وإكراره احنا في الحقيقة يعني فيه إدارة اللي هي الإدارة العمل التفتيش وحماية العمل اللي هي الجهة اللي بتراقب تطبيق القانون اللي هم حوالي فترة شهر عاملين حملة لكل مفتشي العمل في فلسطين بس للتفتيش على الحد الأدنى للأجور في المنشآت والتركيز على كثير بصير على القطاعات اللي احنا بنعرف شي هي القطاعات رياض الأطفال المدارس الخدمات السكرتيرات النسيج هاي القطاعات بتم التركيز عليها لأنه هاي الحملة خلال شهر رح يكون فيه عندنا بيانات ورح يكون فيه عندنا معلومات طبعا بالإضافة للإجراءات اللي بتتخذوها المفتشين بحق الناس المخالفين بخصوص الحد الأدنى للأجور بعد اجتماعات اللجنة الوطنية رح يكون فيه هناك يعني إشي جديد بالنسبة لحد الأدنى للأجور وإن شاء الله هذا الحكي رح يكون قريبا يعني وزارة العمل هي واحدة من العناوين اللي بتتوجه لها أكيد النساء في المشاكل يعني في حال أنها بتتقضى تحت الحد الأدنى للأجور طبيعة هاي الشكاوي كيف بتكون يعني شو موضوعتها كيف أنتو بتعالجوها كيف أنتو بتحاولوا أنكم تضمنوا أنه بالآخر يعني النساء يمكن بتكون سبب خوفها أنها هي تنقطع رزقها بالآخر لأنها هي بتكون في ظروف حاجة ملحة كيف وزارة شؤون المعمل بتتعامل مع هذا الموضوع وزارة العمل أي شكوى بتصل لوزارة العمل بغض النظر من أي طرف رأسا وزارة العمل يعني أحلى أصلا وزارة العمل بتفتش على الأجور حتى بدون شكوى فما بالك في حين يعني وصول شكوى في حال وصول شكوى بتتوجه رأسا مباشرة وبتم أخذ الإجراءات وتحويل المحكمة يعني بدون أي تردد في حال في مخالفات بخصوص الحد الأدنى للأجور بل زي ما حكيت لك هناك فيه إشكالية في العقوبات وكيمة العقوبات في حال تطبيق في حال تعديل القانون أعتقد أنه راح يكون هناك فيه فعالية أكبر في التطبيق لأنه احنا بهمنا أنه هذا القانون يطبق يعني 1450 شاكل هو مش هالمبلغ الكبير الآن فيه خصوصية لبعض الكطاعات رياض الأطفال النسيج يعني أنه احنا من ضمن اجتماعاتنا اجتمعنا مع النقابة العامة للرياض الأطفال اجتمعنا مع المؤسسات اللي إلها علاقة برياض الأطفال أصحاب رياض الأطفال فيه شكاوة كبيرة من أصحاب رياض الأطفال أنه الوضع لا يسمح بزيادة أو تطبيق الحد اللون جور شوي هناك صعب وإحنا مدركين هاي القضية فعشان هيك إحنا يعني راح يكون فيه هناك إن شاء الله حنول شوي إبداعية في خلال الاجتماعات الجاي اللي ينحل هاي الإشكالية بما يعني يلبي مصالح أصحاب العمل اللي هم أصحاب الروضات اللي هم فيه خصوصية في موضوع الحد الأدنى للأجور ويلبي كمان مصالح العاملات اللي يعني مش معقول عاملة توحد 700 و 600 شكل وفي وراها أسرة وفي وراها إلى آخرين طب فيه رسالة إنهائية بتحبوا توصلوها لنساء اللي بتكون بتتقاضى تحت الحد الأدنى للأجور والله رسالتي أنا الوحيدة إنه قدر الإمكان يوصلوا شكويا لأنه لما توصل الشكوى يعني ما أحدا بيسمع شكوى من حتى لو أنه مظلوم أنا يعني بحكي لك بصراحة خلال اطلاعي وخلال نقاشاتي وحوراتي واتصالاتي مع المفتشين اللي في الميدان خلال الشهر اللي فات يعني في عاملات يرفضنا رفضا تاما الإفصاح مع العلم بكون المفتش وصل لقناعة واكتشف إنه الموظفة بتأخذون لحد الأدنى للأجور بس العاملة ترفض إنها تعطي أي معلومة لأنها بتخاف إنها ترسل من العمل في عندكم ضمانات في وزارة العمل؟ إنها حالياً فيش ضمانات ولكن سيضغز ذلك في خلال تعديل التشريعات إنه هل هناك إمكانية لوضع بعض البنود مشان لحد من هاي المشكلة يكون فيه هناك ضمانة للعامل أو العاملة في حال إنه يعني يقدم شكوى شكوى منطقية قانونية نقابية إلى آخره فإن شاء الله راح يكون فيه حلول لا بأس بها إن المرأة الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ ممن يتحملون تبعات الواقع الاقتصادي المرير الذي يعاني منه كافة أطياف الشعب الفلسطيني وهناك حاجة ماسة لمساهمة المرأة في البناء الاقتصادي كثروة بشرية فلسطينية إلا أن العديد من العراقيل والعقبات الاجتماعية والثقافية التي تحول دون مشاركة المرأة الاقتصادية بالشكل المطلوب وعليه يجب علينا توحيد وتكثيف الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وضمان حقوقها لما في ذلك من أثار إيجابية تنعكس على الواقع الفلسطيني الشامل إلى هنا وصلنا إلى ختم حلقتنا انتظرونا في حلقات أخرى وإلى اللقاء اشتركوا في القناة